المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي تصحبكم خلالها سمير عبدالله والبداية دوما بأبرز العناوين الآن استباق الاستجوابات لأن أقولك احتمالكم في بطلان في مجلس الأمة وبالتالي بياخذ بطولة على حساب الآخرين سعدون حماد يدرج بعض الاستجوابات بخانة التكسبات أسئلة لوزير الخدمات محورها تعديات أحدى الشركات اعتقال كويتي وزوجته في الفلبين بتهمة الانتماء لداعش طموح الأكبر أن تشوف مشاريعك موجودة على الأرض الواقع وطموح الأكبر أنك تقدر تخدم بلدك تفاؤل بمستقبل المشروعات ووعود بالمزيد من التسهيلات صدر الغرابي داري بغلغ المنشأ حفاظا على أرواح الناس ومنتلكاتهم وأرواح ضيوف الكويت غلغوا منشأة في السلمية لخطورتها على الرواد والنزلاء حطيت فيها قاعة اختراعات وقاعة محاضرات الحديقة المتنقلة إبداع كويتي وعين المخترع على جنس في تصريح للراي وخلال رده على إعلان أكثر من نائب نيته تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك قال النائب سعد الحماد أن الاستجوابات المعلنة عنها هي استجوابات تكسب انتخابي إذا قدمت قبل تاريخ الثالث من الشهر المقبل واعتبر حماد في تصريحه أن النواب الذين يهددون بتقديم استجوابات يستبقون موعد حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية لتسجيل موقف أمام ناخبيهم على حد تعبيره دائما الاستجواب لما يكون استجواب واقعي واستجواب مثلا مستحق ممكن تكسب من النواب ولكن لما يكون المستجواب الهدف منه فقط تكسب انتخابي من أجل احتمال ينحل المجلس أو ينحل لكن بعد ثلاثة خمسة رح يكون تقديم الاستجواب يكون تقديم منطقي وواقعي وممكن ياخذ ذرائي مثلا يحشد من النواب انما الان استباق الاستجوابات لان اقولك احتمال يكون في بطلان في مجلس الامة وبالتالي بياخذ بطولة على حساب الاخرين لكن اذا استغرت الاوضاع وما كان في بطلان اعتقد ان الان حتى لو يقدم استجواب حاليا لو يقدم استجواب حاليا وتم مناقشته بعد تاريخ البطلان حتى المناقشة رح تختلف يختلف الوضع لان خلاص استغرت الامور الهدف كامل الاستجواب ليس فقط من اجل انه في مخالفات تجاوزات الهدف منه فقط تكسب انتخابي قبل تاريخ البطلان لكن اي استجواب يقدم بعد تاريخ ثلاث خمسة اعتقد ان استجواب رح يكون منطقي حتى لجميع النواب في بيانه حول اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين قال رئيس لجنة ان اب عدنان عبدالصمد ان المؤسسة ما زالت مستمرة في الالتزام بالتعهد الحكومي بشأن توزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا وان كان هذا التوزيع على المخطط الا ان المؤسسة افادت بترسية بعض عقود البنية التحتية والخدمات فيما لا يزال البعض الاخر طورة الطرحي والترسية برلمانيا ايضا اعلن النائب ماجد لنطيري عن توجيه سؤال الى وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابول حول مخالفات وانتهاكات وتعديات على املاك الدولة شابت طبيعة عمل احدى الشركات العاملة في مؤسسة الموانئ وطالب لنطيري تزويده بطبيعة تراخيص الممنوحة لتلك الشركة ومدى صحة قيامها بالاستلاء على مفاتيح الرافعات الجسرية للجسور والموانئ في ميناء الشويخ واستفسارات اخرى تتعلق بطبيعة عمل الشركة واستغلال الاراضي للتخزين والتأجير السلطات الفلبينية قالت انها احبطت عملية ارهابية محتملة بعد ان اعتقلت كويتيا وزوجته السورية يشتبه بانتمائهما لتنظيم داعش وافاد وزير العدل الفلبيني فيتاليانو اكويري ان الزوجين دخل الى البلد الاسيوي ميرارا خلال الاشهر الاخيرة كجزء من مخططات للقيام بعملية تفجير اما في الفلبين او الكويت مشيرا الى انه يشتبه بان المتهم الكويتي تورط في تصنيع متفجرات وتخطيط لعمليات تستهدف الكويت كما اضاف بان السلطات ستقوم بترحيل الكويت الى بلاده فيما سيتم اعادة زوجته السورية الى قطر التي انطلقت منها للفلبين خلال تقليده وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري رتبة الفريق وفقا للمرسوم الذي صادق عليه امير البلاد وتعينه وكيلا للوزارة اكد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اهمية التحلي بالطبط والربط العسكري من اجل تطوير جهاز امني قادر على النهوض بمسئولياته بكل كفاءة واقتدار في خدمة الوطن وقال الجراح ان هذه الترقية تأتي تقديرا لما اظهره الفريق الدوسري من اخلاص وتفان وما بذله من جهود مخلصة في خدمة امن الوطن وامان مواطنيه وزارة الدولة لشؤون الشباب نظمت حفلة تكريم فريق ثانوية حمد لرجيب الفائز بثلاث ميداليات ذهبية في معرض جنيف الدولي للاختراعات فيما دعا وزير التجارة والصناع وزير الدولة لشؤون الشباب الوكالة خالد روضان الشباب لعدم الالتفات الى المحبطين مشيرا الى جهود ومحاولات تسريع وتيرة الانجاز طموح الاكبر ان تشوف مشاريعك موجودة على الارض الواقع طموح الاكبر انك تقدر تخدم بلدك وتقدر تخدم وانا اتكلم القادم افضل يعني اشوف انا الامر قد تغير باذن الله ممكن مو بالسرعة المطلوبة لكن قا نحاول وقا يحاولون وايد مثلنا لذلك لا نحبط بعض كلبونا جماعة تعبير صادق وحقيقي عن قيم المجتمع الكويتي الذي بنى من لا شيء كيان الان في مصاف الدول العظمى ليس في النفط الكويت كانت بحمد الله وبايمان ابناء هذا البلد كانت رائدة للخليج قبل اكتشاف النفط حكوميا ايضا اكد وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس اهمية مشاركات الطلبة في المسابقات الخليجية والعالمية بهدف استقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم جاء ذلك خلال استقبال الوزير للطلبة الفائزين بميداليات فضية وبرونزية في اولمبياد الفيزياء والرياضيات في مطار الكويت الدولي مشاركات الطلبة في هذه النوع من المسابقات بالذات فيما يتعلق في الجانب العلمي في الرياضيات او في الفيزياء ما هي تنمي قدراتهم وتعطيهم التحدي الكبير فيما يتعلق في المنافسة على مستوى المحلي والمستوى العالمي او الخليجي او العالمي وان شاء الله يعني كل الامكانيات وزارة تربية قامت بتوفيرها لالابطال بحيث ان يحققون هذه النتائج بفضل الله يبت ميدالية برونزية هذه الميدالية تمثلي دافع اني اكمل في مجال الرياضيات ودافع اني اكمل وحب الرياضيات اكثر الحمد لله كل اللي صار وكل اللي يبنى كان بسوايب الدعم وزارة التربية وكل المجهود اللي حطوهم معنا والدعم اللي سوالنا اياه وفضل الله ثم فضلهم يبنى هالميداليات تأكيدا لخبر الراي حول الهبوط الاضطراري لاحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية امس اوضحت الادارة العامة للطيران المدني هبوط الطائرة اضطراريا في مطار الكويت الدولي بعد ان تلقت بلاغا من قائدها يفيد بحاجته لذلك بسبب وجود خلل في اطارات الطائرة وقال المتحدث الرسمي باسم الادارة منصور الهاشمي ان اجراءات الطوارئ والسلامة في تلك الحالة تحتم الهبوط اضطراريا مضحا ان الطائرة كانت قادبة من مطار الرياض الدولي الى مطار الكويت وهبطت اضطراريا بعد اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالسلامة والطوارئ الادارة العامة للاطفاء اغلقت اداريا مبنا يستغل كفندق في منطقة السلمية وذلك لمخالفته قواعد وشروط الامن والسلامة وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية بالوكالة العميد خالد عبدالله فهد ان الادارة اغلقت اكثر من عشرين منشأة العام الماضي لعدم التزامها بشروط الامن والسلامة وتشكيلها خطورة على حياة النزلاء عطيناه مخالفة قبل شهرين وظل ايضا بدون ترخيص ومعدات الاطفاء لم تكن تعمل حسب متطلبات الادارة العامة للاطفاء بالتالي صدر الغرار الاداري بغلغ المنشأ حفاظا على ارواح الناس ومنتلكاتهم وارواح ضيوف الكويت اكثر من عشرين منشأة عملنا لها غلغ اداري تقريبا خلال العام خلال سنة وامامنا اكثر من منشأة تشكيل خطورة خطورة حريق وتهدد الامن العام بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية وغلغها اداريا ما لم تصحح مخالفاتها وتستكمل ترخيص الادارة العامة للاطفاء احنا الان ادارة جديدة ما سكن مكان ادارة القديمة والحمد لله راح نخطي كل العقبات هذه وهذه غلطات الادارة القديمة لأسف فانشاء الله باقرب وقت راح نبدي تعاوننا ونوفر شروط الامن والسلامة باذن الله يعني خلال 14 ساعة احنا مخلصين لامور هذه كلها وبالتعاون مع رجال الاطفاء الحديقة المتنقلة هي ثمرة ونتاج جهد المخترع الكويتي عارف العنزي الذي يسعى الى تسجيلها في موسيعة جينيس للارقام القياسية سيما بعد ان اطفى عليها لمسات جديدة في مجالات الطاقة والبساحة والبيئة محمد الحياري وتقرير التالي تطوير مستمر يضفيه المخترع الكويتي عارف العنزي على حديقته وذلك في خطوة تهدف الى توسيعها قبيل تسجيلها في موسوعة جينيس للارقام القياسية جديد الحديقة المتنقلة اضافات على المساحة والنباتات الخضراء فضلا عن الدور الثاني لها حيث وصل ارتفاعها الى 4 امتار و 80 سنتيمترا الحديقة طبعا لها اهداف على المستوى الشخصي وهو منتزخ خاص لي وعلى المستوى العلمي انا حطيت فيها قاعة اختراعات وقاعة محاضرات وادارة مكتب وديوان مثل ما شفته استقبال اخر تغطية للرأي كانت دور واحد الان صارت دورين وبيت شعر فوق الشبك هذا حماية عن لحد يقع عن الاطفال لان يجون يلعبون ويطعون تعرف ايجاه اللي يقفز من المكان للمكان فهذه السفتي اذا مشينا تنزل هذه الشبوك الحماية تنزل تمشي لان الجسور ارتفاعها تقريبا 5 الى 6 متر وللحديقة روادها الذين لا ينفكون عن زيارتها اينما حلت سيما وانها حطت رحالها في منطقة رحية هذه المرة والقريبة من موقع تجمع الاطارات لتبعث رسالة بيئية لروادها لما تحمله من ادوات تجعلها صديقة للبيئة القريب من تقريبا من الشارع الرئيسي كلها مثل ما تشاهد يعني الحديقة والاجواء الطبيعية اللي هي على قولتهم كست المرأة الغير حضار اللي هو الاطارات وما شابه ذلك الطاقة الشمسية اضافة اخرى للحديقة المتنقلة تهدف لجعلها اكثر تفاعلا مع البيئة واقل استهلاكا للطاقة التقليدية فضلا عن كون تصميمها يراعي اعادة تدوير بعض المستهلكات الحديد استخدمناه حديد مستعمل تنظيفه وصبغه وتأسيسه وتعديله على الشكل اللي نبيه الاطارات تأخذناها منه ايضا السكراب السيارات طريلات قديمة لان هذه ما عليها حركة زايدة يعنيها وحركتها هادية جدا وامنة جدا ولا تتعدى سرعتها 40 فاستخدمنا الاطارات القديمة واستخدمنا الخشب القديم القديم جدا بعد نلزقع الطوفة ونحط عليه الطين فيمسك الطين احسن استخدمنا الوائرات الكهرباء والنحاس كلها كلها اغلبها من السكراب يعني الراحة الجسور يعني عادة تدوير تقريبا 90% ويسعى المخترع الكويتي عارف العنيزي الى تسجيل حديقته في كتاب جينيس وسط اضافات جديدة على مساحتها على امل تحقيق رقم صعب التحطيم محمد الحياري الراي تتأثر الكويت بامتداد منخفض جويا تكون معه الفرصة مهيئة لهطول امطار خفيفة متفرقة اليوم واغدا فيما اوضح مراقب التنبؤات الجوية في ادارة الارصاد عبدالعزيز لقراوي ان حالة استقرار في الاحوال الجوية سادت الاسبوع الجاري بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفعا جوي صاحبته كتلة هوائية معتدلة وجافة نسبيا فكانت درجات الحرارة حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام واشار الى ان هذه الفترة مناخيا تعرف بالسرايات التي تشهد العديد من التغيرات الحادة والسريعة المفاجئة قفزة سعرية لخام الكويت تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد قصل قصيب من جديد اهلا بكم برصة الكويت انهى تأخر جلسات الاسبوع على الخفاض مؤشراتي الثلاثة بواقع ثلاثين نقطة للمؤشر السعري ونحو عشر نقطة للوزني وثلاثة اعشار النقطة لمؤشر كويت خمسة عشر وبلغت قيمة الاسهم المتداولة حتى ساعة الاغلاق نحو ثمانية وثلاثين مليون وستمائة الف دينار كويتي حقيقة يمكن السوق اليوم يمكن لغاية الساعة العاشرة والنصف كان متماسك خمس نقاط فقط انخفاض مع تداولات نشطة جدا ارتفاع التداولات اليوم حتى اقفل عند ثمانية وثلاثين مليون دينار وهي ايضا قمة جديدة لشهر ابريل صحيح ان هي اعلى حتى من متوسط تداول شهر مارس الماضي بكانت تسع وثلاثين مليون دينار لذلك الارتفاع في القيمة كان يجب ان يتناسب مع الاوضاع المؤشرات لكن هناك استثناء من المعادلة لو لا يمكن اندفاع بعض الشركات مثل قطاع البنوك ودعم المؤشرات خاصة المؤشر الوزني الذي اقفل تقريبا منخفض شيء بسيط 0.09 ايضا مؤشر كويت 15 انخفاضها لم يكن بمستوى انخفاض المؤشر السعري دلالة على ان الاسهم المضاربية والاسهم المتطرفة هي التي ادت الى ضغط على المؤشر السعري ارتفع سعر برميل النفط الكويتي دولار وستين سنتا في تداولات امس ليبلغ 51 دولار وستين اثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الاسواق العالمية ارتفعت اسعار النفط امس على وقع العطل المفاجئ لحقل نفطي بريطاني في بحر الشمال تبلغ طاقته الانتاجية 180 الف برميل يوميا تراجع الازرق مجددا في تصنيف الفيفا التفاصيل في الصفحة الرياضية ولكن بعد هذا الفاصل مجددا اهلا بكم بالاخبار الرياضية حسمت اللجنة الاولمبية الكويتية بالاجمع ملف ازمة النقاط الثلاث بين الكويت والعربي وقرر تثبيت النتيجة لمصلحة نادي الكويت وحصده للنقاط الثلاث بشكل نهائي هبط منتخب الكويت الوطني مركزا واحدا في التصنيف الجديد الذي اصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر مارس واستقر الازرق الموقوف عن المشاركات الخارجية عند الترتيب 166 عالميا فيما احتل المنتخب السعودي الصدارة على المستوى الخليجي ثم الاماراتي فالقطري يليه البحريني ثم العماني واخيرا الازرق الكويتي كذلك تقدم منتخب مصر مركزا واحدا بتصنيف الفيفا ليحتل المركز التاسع عشر متزعما القارة السمراء اما عالميا فقد استعاد المنتخب البرازي صدارة تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد غياب دام سبع سنوات تلقت اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد كرة القدم ردا من الاتحاد الاسيوي للعبة يخطره فيه بقرار وزارة العدل في جمهورية تيمور الشرقية باسقاط جنسية تسعة لاعبين من بينهم محترف فريق كاظما باتريك فابيانو انتقل الى رحمة الله تعالى المغفور لهم سكينة حسن علي الشمالي عن عمر يناهز تسعة وتسعين عاما عبد الحميد حمد معيوف بوغريس عن عمر يناهز سبعة وثمانين عاما شيخة إبراهيم أحمد التميمي أرملت هاشم أحمد صالح العيدان عن عمر يناهز ثنين وسبعين عاما ارقية محمد عبدالله السيافي عن عمر يناهز سبعة وستين عاما بدرية محمد عبدالعزيز العنزي عن عمر يناهز ثلاثة وسبعين عاما عايشة ناصر إحسين لهلالي أرملت محمد عبدالله الطرموم عن عمر يناهز خمسة وثمانين عاما زينب عبدالله علي بولند أرملت علي تقي غلوم تقي عن عمر يناهز ثمانين عاما هاني عبدالكريم جواد الششتري عن عمر يناهز سبعة وخمسين عاما صالح علي محمد المشموم عن عمر يناهز ستة وثمانين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون قبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر أت أرعي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب أرعي تيوب في أمان الله اشتركوا في القناة